إيران اليوم وموقف المقاومة وما يقال بحلف المقاومة فعليا أين هو اليوم يعني سوريا كانت تعتبر نفسها من هذا الحلف وكان عندهم شيء يسمونه وحدة الساحات بمعنى حزب الله في لبنان وسوريا ثم إيران واليمن والعراق وكلها حكومات دمى تحركها طهران وضع غزة والمنطقة بعد 7 أكتوبر أيضا لا تشبه المنطقة ما قبل 7 أكتوبر التخادم الإيراني الإسرائيلي كان في أعلى أدواره يعني كلنا كنا نعرف أن العداوة غير حقيقية بين إسرائيل وبين إيران وأنهم بالنهاية سوف يتفقون على تقاسم النفوذ في المنطقة التطبيع العربي مع النظام الحالي كان سببه كما يقولون الحد من نفوذ طهران لكن هل الحد من نفوذ طهران ممكن بهذه السهولة؟ يعني لماذا تستقتل الإمارات العربية مثلا لكي تعيد بشار إلى الجامعة العربية؟ الإمارات العربية قرارها أيضا إيراني الحصار على إيران لمدة 25 عام قبل توقيع الاتفاق النووي حلت إيران كل مشاكلها عن طريق الإمارات وبنوك الإمارات وملي إيران اذهب أنت إلى دبي وتشاهد كمية البنوك الإيرانية في الإمارات التي حلت مشكلة إيران هذا الدور لم يتغير أيضا الآن ما تزال الإمارات مصرة على أن تخدم إيران في هذا المجال الآن إذا كان أرادت إيران أن تخرج سوريا من وحدة الساحات إذا كنت تلاحظ أنه من أسبوع إلى الآن يذكرون فقط لبنان واليمن والعراق ولا يذكرون سوريا في وحدة الساحات لأنه حين استدعي بشار إلى موسكو وشحن كما شحن في مرات سابقة كانت التعلمات له واضحة إياك أن تتحرك هذا صراع لا يعنيك هل يديه القدرة على التحرك؟ لو أراد أن يتحرك لا استطاع عنده ما يزال جيش مهما كان رأينا في هذا الجيش وحجمه وتسليحه عنده ميليشيات فلسطينية يستطيع أن يحركها على الحدود وحركها ضد السوريين أثناء السورة وهذا معروف لكنه الآن عنده أوامر واضحة من موسكو لا تتحرك ولا فأنك ستسقط لذا تراه يلتزم الصمت هل رأيت له أي تعليق بعد هنية؟ هل رأيته يعزي بهنية؟ هل رأيته يذكر أي شيء عن غزة؟ أبدا على الإطلاق وهذا ما يسمونه مواقع التواصل وضع المزهرية الأسد الآن بوضع المزهرية إلى وقت آخر إلى أن تأمره موسكو بأن يستيقظ